اشتركوا في القناة رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأصلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمما بعد أحبة بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام الإنسان صاحب الهمة الكبيرة هذا إنسان تأتيه الشدة على قدر همته يعني في ما تعرفون من قصص الأدب إمرو القيس لما قتل أبوه حجر بن عدي ملك كيندة أرسل الملك هم زي من كنوا قاموا بانقلاب عليه فقتلوا قبيلته فأعطى سيفه لخادمه وقال اذهب إلى أبنائي الثلاثة فمن أبلغه أنني قد قتلت فإن جزق فلا تنوله السيف ذهب إلى ابنه الأكبر أبوك قتل فخر مغشيان عليه الثاني أبوك قتل خر مغشيان عليه ذهب إلى الثالث إمرو القيسة وكان ظليلا كان صعلوك يتصعلك يقعد مع السفلة من القوم وقال يلعب شطرنج مع صديق الله فلما جاء الخادم وقال أبوك قتل وده ملك فسبحان الله توقف الذي يلعب مع إمرو القيسة قال يقول لك إن أباك قد قتل فقال ضيعني صغيرة وحملني دمه كبيرة اليوم خمر وغدا أمر وذهب إلى كسرة يأتي بسيوف لكي يستعيد ملك أبيه وقال قولته الشهيرة بك صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن نلاحقان بقيسرة فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر هذا أصحاب الهمم وهذا رجل جاهلي فليكن الموم من صاحب هم لما تأتيه الشدة لا يتضعض علىها بالعكس يعني إذا أتيت أو إذا أتتك الشدة وطرقت بابك ودخلت عليك لا تتضعض علىها وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الضهر لا أتضعضع يتصبر الإنسان ويكون قوي وجلد سيدنا إبراهيم الخليل جاء بعد سنوات بعد أن ترك ولده وكبر وبلغ معه السعي قال فلما بلغ معه السعي جاء الخليل ليزور ابنه خلاص كبر إسماعيل بقى 12-13-15 سنة الهدية التي أتى بها الخليل لولده ما هي يعني إنسان لما يغيب يومين ثلاثة عن ابنه أو سنة يأتي له بالهدية يقول يا أبتي ماذا جئت بي أو إلي ما هي الهدية قال يا بني انظر إلى الهدية يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هدية عجيبة الهدية بعد أن تغيب كل هذا تأتي لي لتذبحني أمر عجيب الغريب يعني ليس في الخليل عندما أبلغ ابنه إسماعيل أنه آت لذبحه لا العجيب والغريب كيف تعامل إسماعيل مع الخبر قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هنا صبره الصبر هي لحظة لحظة إيه لحظة صبر ساعة قالوا يا أنتره أنت أشجع العرب وأنت فارس العرب وأنت رجل قوي جل قال لا ليست قوة ولا جلد ولا شجعة هذا التواضع قال لا ولا تواضع ولا غيره فماذا عن ترى قال إنما هي مسألة صبر قالوا كيف قال من أقواكم فقام له رجل كده عطل ضخم كده قال له عن ترى أنا أضع إصبعي في ثمك وأنت تضع إصبعك في ثمي وليضغط كل منا على سبابة الآخر والننظر من الأشجع فضغط عن ترى وضغط من أمامه إلى أن وصل الأمر لم يحتمل الذي أمام عن ترى الألم فقال آه قال عن ترى لو صبرت أنت لحظة لقلتها أنا بساعة صبر لماذا تخرب البيوت بكثرة الطلاق لأن الزوجة لا يعرف الصبر والزوجة لا تعرف الصبر أول ما يتبخر الصبر من البيوت تنطلق قذائف الطلاق من الألسنة وتنطلق قذائف طلب الطلاق من الألسنة يا أخي إذا استحثتك زوجتك وبعدين يعني يركبها شيطانها ويركب الإنسان الشيطان أو أحيانا رجلا كان أمرأة يقول لك إيه طلقني تقول لا 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 أطلق في رمضان طب لو كنت رجلا طلقني هنا طبعا الشيطان يستغل لها فرصة يقول لك أنت رجل ابن رجل يقول لو أنت صبور ولأنت مؤمن حقا ولو أنت رجل حقيقي يقول لها صحيح أنا رجل ولكن لن أطلقك ليه لأنه لو طلقتها لنهارت بكاة تقول لك رجل أنت بجنون طب أنا ناقصة عقل أقول لك طلقني اطلقني وأنت منتظر اللحظة الله وأنت منتظر صفارة الحكم لا إله إلا الله لا نحن نريد أن نتحلى بالصبر الصبر يا أبا تفعل ما تؤمر إذن الأمر عالم إسماعيل أن الأمر ليس من أبي ليس من الخليل إنما الأمر من الله سبحانه وتعالى ستجدني إن شاء الله وقدم المشياء من الصابريين فلما أسلم ألف الاثنين هم الاثنين فلما أسلم وتله للجبين يعني عدله على وجه خل وجهه لأسفل عشان لا يرى وجهه وهو يذبحه حتى لا تأخذه الرحمة والشفقة فلا ينفذ أمر الله وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نازل المحسنين وفليناه بذبح عظيم نزل سيدنا جبريم بكبش من السماء وصارت هذه سنة عند المسلمين في عيد الأطحى أن يقدم لتذكر هذه القصة قصة إيه؟ قصة أن سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ إني أرى في المنام أن أذبحه بالله عليك الفعل ماضي ومضارع تمام؟ وعمر طيب الفعل بتاع سيدنا إبراهيم الرؤية تمت يعني فعل إيه؟ فعل ماضي يعني هو إيه؟ رأى كما يرجع بيقول إني رأيت في المنام أني أذبح لا هو لما شاف الرؤية في الشام توجه إلى الحجاز وقال له يا ابني إني أرى أرى لفعل إيه؟ لفعل مضارع يعني كأنما أبر الله واضح حاضر ليس ماضية إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أنت شايف إيه؟ قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين تقول كتب السير أن إسماعيل أعان أباه على تنفيذ أمر الله فقال يا أبتي ألقني على واتشي قيل لا تنظر إلي فتأخذك الشفقة فلا تنفذ في أمر الله ثم خذ هذا الحب وشد وثاقي حتى لا تتطاير نقاط من دم عند ذبحي فتلوث سيابك واخذ قميصي هذا أعطيه لأمي لعلها تتسلى به بعد موتي فلما أسلم أي سلم أمره لله في هذه الشدة في أي شدة أنت سلم أمرك كن خليليا نزعه إيه كن خليليا نزعه سلم أمرك لله سيدنا إبراهيم إني أرى سيدنا إسماعيل قال يا أبا تفعل يا أبا تفعل هذا تسليم الأمر لله ومدام سلمت أمرك لله هو أن تكون مسلما بحق أن تسلم أمرك كله لرب العبادة سبحانه وتعالى لا تقل إن المشكلة دي عندما يصبح الصباح يحلها ألف حلال ما فيش ألف حلال حرام أن تقول هذا الكلام خطأ أن تقول هذا الكلام قل يحلها رب العباد يحلها من بيده الأمر كله يحلها من يقول الشيء كن فيكون لا حلال إلا حلال واحد هو رب العبادة عز وجل عندما يريد أن ينفذ أمرا يهيئ له أسبابه لما ربنا يعني مثلا أنت تعاني من انحراف ولدك وتعبت في أن تتبي لطبيب نفسك وتتبي إلى عالم وتتبي إلى هنا وهنا ثق أنك لو صليت ركعتين بإخلاص نية ودعوت الله عز وجل أن يهدي لك ولدك لهداه الله البنت متمردة على الحجاب ادعو الله عز وجل وكون ودودا عليها وودودا معها واحتضنها سبحان الله كدمها بالكلام اللين ورب العبادة سبحانه وتعالى إن شاء الله لأن المال حلال ولأن الأولاد صالحين إن شاء الله سوف يهديهم رب العبادة سبحانه وتعالى أحبة في الله إن الشدائد الكبرى تأتي للكبار وما عليهم إلا أن يصبروا حتى يأتي الفرج اللهم فرج قرباتنا كلها ويسر أمورنا كلها لنا يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه لا تنسون أحبة من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر